اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المصطلحات المتعلقة بالخمس عنوان رأس السنة الخمسية أو رأس الحول وكثير من الناس يغيب عنهم معنى وطبيعة رأس الحول وكيف يتم تعيينه وكيف يتصرفون في مثل هذا اليوم وما هو تكليفهم تجاه رأس الحول هل هو أمر يتحدد تلقائياً أم يحدده المكلف وهل هناك فرق ما بين المداخيل المختلفة أو الموارد المختلفة التي ترد إلى المكلف سواء عن طريق مثلاً الهدايا أو الراتب أو غير ذلك هل هناك اختلاف في قضية رأس السنة الخمسية أم لا الفقهاء يقولون بأن بمجرد ظهور الربح يتعلق الخمس بالربح شنو معنى هذا الكلام؟ المقصود من ذلك من خلال المثال شخص موظف استلم أول راتب أول راتب استلمه يقول الفقهاء هذا الراتب تعلق به الخمس والمفروض أن في هذا الشهر أول ما استلم الراتب أن يخمس ولكن الخمس يأتي على الفائض من هذا الراتب شنو يزيد منه هالشهر؟ خمسة أنت تقول أنا ما أدري ش كثير راح يزيد أنا ما أدري ش كثير راح أصرف عندي مأكل مسكن نفقات السيارة طبابة إلى آخره مصاريف عديدة شكال وأنواع لربما يزداد عندي شيء من راتب الشهر في نهاية الشهر ولربما ولش فأنا ما أعرف فماذا أخمس من هنا يقول الفقهاء كون المكلف لا يعرف كم سيقتصد من هذا الراتب فحين ذاك يعطى مهلة إلى رأس الحول إلى رأس السنة الخمسية يعطى مهلة ليكتشف خلال هذه المدة كم هو بحاجة من هذا المدخول وكم سيفيض عنه بحيث يخمسه فالخمس فقط على الفائض وليس على كل ما يدخل عليك الشيء اللي هو فائض عن حاشتك زاد عن مؤنتك فيعطى مهلة إلى رأس السنة الخمسية إلى رأس الحول هنا تظهر فائدة رأس السنة الخمسية رأس الحول هو أنك تكتشف كم زاد عندك من هذا المدخول بعد ما صرفت على نفسك وعلى عائلتك ولربما في الزيارة والسفر وتقديم الهدايا أشياء قد تكون واجبة أشياء غير واجبة بالنتيجة أنت أنفقت فلربما زاد شيء من الراتب ولربما لا ما يزيد شيء من هنا يطلب من المكلف أن ينتبه إلى رأس السنة الخمسية طيب هنا يفرقون ما بين حالتين حالة شخص يتكسب عنده مهنة سواء كان موظف يشتغل بالتجارة أو يشتغل بالصناعة أو يشتغل بالزراعة أو يشتغل بأي مورد آخر المهم أنه هو يشتغل يتكسب ومقابل بذل جهد هذا ويتحصل على أموال هذه الحالة الأولى اللي رح نتكلم عنها في مثل هذه الحالة يقولون وقولهم هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم من الفقهاء يقولون تاريخ ظهور أول ربح له مع أول عمل له في حياته هو هذا رأس السنة الخمسية يعني شنو نفرض موظف أول راتب استلم هذا الموظف في حياته لما نشتغل تاريخ 22 نوفمبر 2021 أول راتب استلمه 22 نوفمبر 2021 هذا أول راتب رأس السنة الخمسية عنده متة؟ أول رأس سنة خمسية عنده 21 نوفمبر 2022 فكل الرواتب اللي نزلت من هذا التاريخ إلى هذا التاريخ وهو يصرف منها يصرف منها لما نئيه لتاريخ 21-11-2022 يشوف شكثر عنده في البنك شكثر عنده بجيبة نفرض عنده عشرين دينار بجيبة وخمس دنانير في البنك هذا خمسة وعشرين دينار يقسمهم على خمسة يطلع خمس دنانير هذا خمسة لأنه أنفق طول السنة هذا المتبقي من مدخول السنة ككل من اللي حدد رأس السنة الخمسية هنا؟ تلقائيا نتحدد سيد فضل الله سيد الخامناء هذه فتواهم أن اللي يتكسب رأس السنة بالنسبة إليه أول ظهور للربح أول مرة مثلا الموظف يقبض راتب هذا هو رأس السنة الخمسية متى يصير؟ السنة القادمة وخلاص منهني ورايح كل سنة في تاريخ شم كان؟ واحد وعشرين المهم اثنين وعشرين واحد شيئا كان التاريخ نقول اثنين وعشرين اثنين وعشرين نوفمبر كل سنة هذا رأس سنة الخمسية اللي هو تاريخ أول راتب قبضة واضح؟ قسم الثاني من الفقهاء مثل السيد السيستاني يقول لا تاريخ تعيين في الوظيفة هو رأس السنة الخمسية يعني نفرض في تاريخ ثلاثة نوفمبر الفين واحد وعشرين استلم الوظيفة السنة القادمة متى رأس سنة الخمسية؟ ثلاثة نوفمبر الفين واثنين وعشرين السنة اللي بعدها متى رأس سنة الخمسية؟ ثلاثة نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين وهكذا من اللي حدد لهذا التاريخ يقول تلقائيا يتحدد هذا التاريخ السيد السستاني اللي هو تاريخ تعيينه تاريخ اللي هو استلم الوظيفة هذا رأس السنة الخمسية بالنسبة إليه واضح هذا القسم الثاني من الفقهاء قسم ثالث من الفقهاء مثل السيد الخوي يقول بأن كل راتب له رأس سنة خمسية لوحدة أو تمشي على الطريقة الأولى اللي ذكرناها يعني شنو سيد الخوي يقول أنت بين خيارين الخيار الأول أنك تمشي مثل الرأي الأول اللي هو تاريخ أول راتب خلاص الاختيار الثاني شنو تيب غرق أو دفتر وتسجل تاريخ ثلاثة اثنين وعشرين اهدعش الفين وواحد وعشرين أول راتب مت رأس سنت هذا اثنين وعشرين نوفمبر الفين وعشرين تمام اثنين وعشرين ديسمبر الفين وواحد وعشرين الراتب الثاني مت رأس سنت هذا اثنين وعشرين ديسمبر الفين واثنين وعشرين اثنين وعشرين يناير الفين واثنين وعشرين مت رأس سنت اثنين وعشرين يناير الفين وثلاثة و عشرين واضح شلون يعني ثلاثامية وخمسة وستين يوم لكل راتب واضح هذه الطريقة الثانية عنده سيد الخوي أنت تقول أنا شو شلون أعرف هذا كله ينزل بحساب واحد يقول طيب ما كثر عندك أنت الحين يقول ما أبقي شيء من هذا لمن إيه هذا التاريخ ما عندي إلا خمسمية دينار هذا يحسبها من شنو يقول كيفك تبي تحسبها من الراتب الأخير خمس تبي تحسبها أن هذه خمسمية باقية من راتب سابق وفعلا كان ضال هذا المبلغ من راتب سابق في السابق كان ضال يعني حسابك وصل في يوم ما ما نزل عن الخمسمية واضح شلون والحين عندك خمسمية يقول خلاص احسب أن هذه الخمسمية من ذاك الشهر وانطر عندك بعد مهلة كم شهر يقول صعب خلاص صعب أرجع على الطريقة الأولى واضح شلون هذه أراءهم في قضية تحديث السنة الخمسية طيب تقول أنا أقدر أغير التاريخ هذا أنا مو عاجبني هذا التاريخ 22 نوفمبر من كل سنة أنا مو عاجبني أبي أغيره أبي برمضان تاريخ الهجري أبي بالتاريخ الميلادي ولكن في يوم آخر أبي أول الشهر أو أبي وسط الشهر أو أبي 27 من الشهر أو أبي على التاريخ الصيني أو أبي على التاريخ الهندي أو على التاريخ الإيراني أبي أنا أغير يصير الحين تقاعد لا تي بصير لا تي بصير المهم فأبي أغير على تاريخ ثاني يصير يقول لك نعم يصير بس أول شي أول شي بهذا التاريخ اللي بتخمس عليه فلنفرض أنا أبي 27 خمسة يكون راس سنتي 27 خمسة وهو متى كان راس سنته 22 نوفمبر للحين مو ياي صح يقول ما يخالب 27 خمسة خمس خمس اللي عندك الحين ومن الحين يوم خمست السنة الياية متى تحاسب روحك 27 خمسة هذا راس سنتك الجديدة أنت غيرت واضح كيف لون هذه إمكانية الفقهاء كلهم يقولون فيها بأن ما في إشكالية في تغيير رأس السنة الخمسية التلقائية إلى تاريخ آخر ولكن بمجرد ما تغير في ذاك اليوم خمس ثم بعد ذلك غير هذا الشخص نفسه صاحب التكسب هذا اللي يشتغل واللي مثلا يعني موظف أو يشتغل تجارة أو غيره يالا مورد مو من التكسب هدية مثلا ونفرض أن مرجع يقول الهدية يصير عليها خمس ممكن ما صرفته وكذا تتخمس لأنه قرائيا عندنا قراء يقول هدية ما تتخمس مثل إمام خميني سيد خامناء سيد خامناء يقول إذا هدية غالية وايد تتخمس بس إذا هدية عادية ما تتخمس خمس لا نفرض أن الهدية عليها خمس مثل رئيس سيد الخوئي سيد فضل الله سيد السستاني هذا الموظف يتلى هدية نفرض الهدية 200 دينار هدية هبة أبو عطا 200 دينار هذه هبة يسمونها تمام حص العيادي هبة يسمونها واضح شلو حص الفلوس بس مو من مورد الشغل ماله وصار راس سنة الخمسية اللي هو مالة الراتب صح ولا لا إذا زاد شي من الهدية أو ما استعمل الهدية في حاجته يا أبو ولا ملابس ما استعملها أصلا وصار راس السنة الخمسية هني يخمس الهدية ولا لا يقول إي نعم في هذا التاريخ مدام إنه يشتغل وعنده راس سنة خمسية الهدية على سبيل المثال واحد ما عنده عمل زوجة ربت بيت هذين ما يشتغلون حتى لو حصروا إعانات من الحكومة ما يعتبر هذا مقابل عمل هذه هبا من الحكومة أو مجهول المالك على رأي المهم فاللي ما يشتغلون ما عندهم تكسب هذين من يحصلون فلوس شون يحصل فلوس؟ ممكن زوجها يعطيها عيالها يعطونها صح؟ ممكن هو يحصل العيدية مثلاً وهكذا فلما انتي له هدايا وهبات وغيرها ونفرض أن الهدايا والهبات عليها خمس على فتوى المراجع اللي يقولون عليها خمس هذا متر السنة الخمسية من تاريخ اللي استلم الهدية عند مجال بنفس التاريخ السنة القادمة إنه يصرف هذه الهدية أو يستعملها فإذا إلى ذاك التاريخ مثلاً واحد واحد ألفين واثنين وعشرين استلم ألف دينار هدية عند مجال يصرفهم إلى متة واحد واحد ألفين وثلاثة وعشرين ما صرفهم بهذا التاريخ يخمس الألف صرف خمسمية يخمس الخمسمية الثانية صرف سبعمية يخمس الثلاثمية واضح شلون؟ ملابس عطوا ما لبسهم إلى صار راس الحول اللي هو ثلاثمية وخمس ستين يوم شي يسوي يخمس قيمتهم واضح شلون؟ فهني بالنسبة لللي ما يشتغلون الهدية عنده مجال إلى شكثر؟ سنة يعني ثلاثمية وخمسة وستين يوم حصلت بعد هدية كانت ألف دينار بعد شهرين حصلت هدية أمية دينار متى راسنتها؟ بعد سنة من الهدية الثانية يعني الهدية الثانية لها رأس سنة جديدة لحالها واضح هذه الطريقة طيب هذا اللي هو موظف عنده تجارة عنده دكان هو موظف وعنده دكان هم يسترزق من وراء وفيه ربح الموظف عرفنا راس سنة الخمسية شلون؟ إنزيني خلي راس سنة الخمسية مالة الدكان هم مجبور يلتزم بتاريخ 22 نوفمبر كل سنة حق الدكان يقول لا يقدر يحط راس سنة حق المعاش وراس سنة حق شنو؟ دكان متى ظهر أول ربح من الدكان هذا؟ التاريخ الفلاني هذا راس سنة فيصير هذا لراس سنة والراتب يصير لشنو؟ راس سنة وهذا حشلون؟ إذن يقدر يدمجهم بتاريخ واحد يقدر يدمجهم كلهم يحسب كل شيء على بعض في تاريخ 22 نوفمبر والحمد لله اللهم صل على محمد وعليه اشتركوا في القناة